الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى ذاهب لأداء فريضة الحج وعليه مبلغ من المال يوفي قبل الصفر ولا ينفع بعد ما يرجع هو بس تمهيد بسيط الإسلام بيكره في الديون أو القروض سواء كانت على المستوى الفردي أو المستوى الدولي ولذلك كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كانت إذا خدمت إليه جنازة في صدر الإسلام كان يسأل عليه دين إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ليه المغزة هنا حتى أن المهاجرين لا يتكلون على الديون والقروض ويعملون أن لا يتصور أن أحدا يستدين ويتعرض إذا مات من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وده كان بعد نبوي كريم أنه هو يجعل المجتمع يعمل ويبذل المجهود لنهل المخصول بلا شك طبعا لما فتح الله الفتو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من كان عليه دين فأنا وليه لكن كانوا يسددوا الديون قبل دفن الميت لما نيجي هنا بقى في وقعة السؤال يعقبني الفقه المالك الذي قال بالنسبة للمدين إذا كان ذاهبا لأداء الحج والعمرة أمامه أحد حلول إما أن يأذن له الدائن إما أن يأذن له الدائن وإما أن يكون عند المدين من عقارات أو أموال أو أملاك أو يتكفل أحد ورسته كالأبناء بسداد ديونه إذا تعرض للوفاة لا قدر الله فلا بأس لهذا المدين أن يسافر وأن يعني يكون في زمته هذا الدين ويسدده إن شاء الله عز وجل